يعني في تحت كل باب وفي كل دورة مياه وتحت كل لحاف شيطان وفي أسر الملائكة يملؤون البيت بيت يمتلئ بالملائكة لكثرة ذكر الله فيه وإبعاد التصوير ونحوها وتلاوة كتاب الله والصلاة في كل زاوية هذا يسلي الضحى وفي قيام الليل الأم هنا والأب هناك وكل يذكر الله أهو كذاك البيت الذي فيه بعض التعري وفيه بعض المعاصي الظاهرة والتي لربما لا يصل فيه إلا قليلا ولا يذكر الله إلا قليلا نعم هناك أسر من زوعة الحصانة ولذلك يتسلط عليها العين ويتسلط عليها الحسد ويتسلط عليها السحر في بعض البيوت كاد الشيطان يعني بعض السحرة أعطي آلاف بل مئات الآلاف لكي يسحر أحد أبناء هذه الأسرة في بيته فعجزوا السبب لأنه يقول كل ما عمل من عقد ونفث احترق قوة نور الحق والقرآن تحرق تعاويد الشيطان وبعضهم ما يحتاج أنه يرسله فيقول أعطوني فقط لها شيئا أو أثرا أو اسم أم أو نحوه في البيت كله يحترق عياذا بالله بسبب كيد واحد لذا ابتداء أقول هناك أسباب أولها اللي ذكرت قلة ذكر الله يعني البيت الذي أسأل الآن سؤال للمشاهدين جميعا متى آخر مرة قرأت سورة البقرة ليس في الراديو ولا أتكلم عن الشريط ولا السيدي تكلم أنت أنت أو أنت أنت قرأتم سورة البقرة بصوت مسموع في وسط البيت بصوت منكم أنتم إما تعاقبتم عليها الإبن قرأ أربعة أوجه والأم عشرة والأب عشرة لأن انتهت أو واحد منكم جلس في صالة المنزل ألف لام مين بعد استعادته حتى فانصرنا على القوم الكافرين وانتهى من سورة البقرة آخر من رمتها الصدق بيوت لهم فيها عشر سنوات ما قرئت فيها سورة البقرة أحد أسباب عدم استفادة البيت إنشغالنا عن التدبر اللي ما نسمع لو استمعنا لسورة البقرة وهو يقرأها فيها بركة الرسول عليه السلام يقول وأخذها بركة ولا يستطيعها البطلة أي السحرة لكن وهي معها المطبخ تصلح للغدا ولن يسولفون بعضهم القرآن هناك ومعزوف الشيطان هنا إذن سورة البقرة إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان قاله صلى الله عليه وسلم مفهوم المخالفة أن البيت الذي لا تقرأ فيه يدخله اثنين قلة التسمية بسم الله تلاحظ بعض أطفالنا إذا خاف قال يم أمك تحتاج أن تسمي كما أنك تحتاج يا أبني إلى أن تسمني بسم الله وشرح المعنى الله رسول عليه وسلم يقول ستر ما بين أعينكم وأعين الجان قولوا بسم الله وهم يروننا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم بسم الله لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا من؟ الشيطان إذا ما قلت بسم الله عند قربانك لآلك الشيطان يقرب أبنائك فيوسوس لهم ويخوفهم ويحزن قلوبهم ويكيدهم الثالث التعري يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما نزع اللباس في بنات يلبسون يا شيخ يلبسون في بيوتهم شيء يجعل اللي ما فيه حيا يستحي يعني قليل الحياء يأتيه الحياء من لبس بعض الفتياء بنت عمره عشر وثناعش وثلاثة عشر وخمسة عشر وإلى غيره لابس الاستريتش اللاصق وطلع الصدر ومطلع الظهر ومصيبة ثم إذا ذهبوا إلى النكاح إلى الزواجات صار من عرف بعض النساء التعري ولا بد أن يخرج كثيرا من جسدها الله أنزل علينا الزينة ولذلك الشيطان من كيده لماذا وسوس لأبينا ولأمنا الشيطان سؤال لماذا وسوس ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما يعني هو عندما وسوس لأبينا آدم أن يأكل مع أمنا حواء من الشجرة حتى يسقط اللباس الآن بعضهم يا أحبابنا صاروا يسقطون اللباس بدون وسوسه يعني بإخراجهم من الجنة وإذا خرجنا من جنة العفة دخلنا في نار الشيطان وفي وسوسته من الأسباب إظهار النعم التي ما تظهر غالبا يعني عندنا مشكلة الآن عكس ما سألت هو الآن الإسنابات وش رأيكم في السنابات خاصة البنيات خاصة الفتيات الآن الفتاة لو تريد أن تصنع هذا هذا شيء ترى برد ما شربته لا أشرب يا شيف خلص ما أشربها راح لكن الآن أريد أن أشربه تجد أني أضع الجوال وأضع بجواره ورده ثم أرسله وتروحي للكافي أو يسمونها المقهى أو تذهب إلى مطعم أو تشتري آس كريم أو تشتري لو فصفص يا حبي يا شيخ ولو تشرب ماء بدأت تصور من أكبر أسباب إصابة الإنسان بالعين إبراز النعم الخفية أما النعم الضهي يعني الإنسان طويل ما يقدر يخفي طوله وإنسان سمين هذا خلق الله لكن لا يجي يقول أنه سنسافر واشترينا واختفينا ورحنا المطعم يا أخوان بعض البنات لو راحت الكاميرا يمين طلعت مآسي ولو راحت يسار طلعت مصائب هي مركزة على الصورة التي تريدها هي بل إن بعض الناس أكلوا طعاما فما نزل إلى أجوافهم بسبب أنها أرسلت سناب قبل هم لما قاموا وبدأوا يأكلوا ما قالوا باسم الله فدخل عليهم قبيلة شياطين فأكلت معهم ودونهم وسببت الشحنة الثاني اللي ذكرت وهو أن بعض الأسر تخاف من العين أكثر من الله وتختفي عن مباهج الحياة ظنا أن اختفاءهم ورد أن عثمان رضي الله عنه عندما رأى شابا طفلا قال دسموا دسموا نونته كان الطفل جميل جميل جدا وانا ما نقدر نخفي جمال البنت ولا الولد كيف دسموا نونه قال ضعوا السوادة هنا وقيل هنا يعني في اللي يسمونها الغمازات ضعوا سوادا لعله أن يكسر النفس الناظرة إليه فلا تتسارع عليه لنطفل ولو كان بالغ لقال له اذكروا الله فعوذه ولكن قال دسموا نونة من باب بذل السبب ولذلك نقول لكن إذا كان الإنسان منعته من صلة رحمة لا نروح لزواجات ولا يروحون للاستراحات أبناء عمهم ولا يجتمعون ويخافون وبعض الناس سبحان الله تزوجت بنتهم ثم حملت وقالوا لا تعلمون الناس بحملها بالعكس فيما قالوا أنجبت شهق أهلها من قبيلتها متحملت عشان تلد فصابتها العين من حيث هم يريدون أن يخفوا عنها هذا الأمر إذا علمنا بأن الإنسان قدره في هذا الحياة أن الغاسق إذا وقب لا تراه عينه ما معنى الغاسق إذا وقب هو الليل هو كل شر يختفي عن عيني أنا أقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من خلق أول من خلق ربي أنت نفسك التي بين جنبيك تستعذ بالله من شرها استعذ بالله من شر كل غاسق إذا وقب كل الشرور فوق الأرض التي لا تراها عينه